دكتور عاطف زي ما شوفنا مع بعض دلوقتي التأرير ده يعني بمناسبة التأرير ده أنا كنت عايزة أسأل حضريك عن أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم المشروعات دي والتمكينة الاقتصادي طبعا ويعني على زي ما كان فيه الرئيس الرئيس السيسي ذكر أهمية مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات فلحضريك تكلمنا شوية عن التأرير وإحنا الحياة عندنا أكتر من نموذج رائد لمشاركة القطاع الخاص بالنسبة للتقرير اللي احنا شوفناه دي برعا مبادرة مع شركة يعني شركة مشروبات غازية ومنتجات يعني غزائية وشهيرة جدا ومؤسسة كيري العالمية وكان هدفها هو رفع انتاجية صغار مزارعين البطاطس يعني صغار مزارعين البطاطس وإحنا منقين البطاطس والفراولة والطماطم هي منقية حاجات لي علاقة بالصناعات اللي بتشارل فيها الشركة لكن مبنية على رفع كفاءة المرأة خاصة والتغذية وإزاي المرأة تأكل أولادها ونظرة كمان للأرض اللي هي بتملكها أو زوجها بيملكها الحقيقة احنا في وزارة التضامن عملنا مجهود كبير مع الشركة بان احنا نقنعها بان الموضوع ينتهي بان الشركة تشتري من المنتجات هم دلوقتي 214 مزارع تقريبا معظمهم سيدات اللي بيملكوا الحيازات الصغيرة اللي أقل من فدنين في بني سويف تحديدا في بني سويف واحنا في مارس 2021 عملنا الاحتفال بالتسليم والشركة يعني اشترت منهم أصبحهم موردين للشركة فهنا التجربة ان القطاع الخاص اول حاجة هو سامح بانه بيعمل لهم رفع كفاءة رفع انتاجية وبيزبط طريقتهم للزراع بحيث المنتج يلائم الماكينات والتشغيل عنده ودي تجربة الحياة رائدة واول تجربة تعملها الشركة العالمية دي على مستوى العالمية ممتها هنا في مصر ان هي تاخد صغار مزارعين عندنا تجربة تانية بنشتغل عليها دلوقتي رائدة تماما في الفيوم في احد مصانع الملابس الجاهزة اللي يتبع وزارة قطاع الأعمال احنا مفروض بنمكن بطريقتين اما ان احنا نعمل وحدات انتاجية للمجموعة وحدة انتاجية زي ما انا ذكرت مثلا مع صارة زتون دي وحدة انتاجية ممكن تبقى ماشغل فبالتالي في بحثنا للتعاون مع قطاع الخاص لقينا ان فيه مصنع مغلق والمصنع ده ممكن يتم من خلال ان احنا عندنا 3800 سيدة هنعمل لهم وحدات مشاغل فقونا بدل ما نعمل مشاغل فيه مصانع مغلقة فاحنا هنستفيد بالمصانع دي بان احنا نستأجرها وبالتعاون مع غرفة صناعة الملابس وهيكون فيه التصميمات اللي هيشتغلوا فيها والاسواق يعني احنا مجرد احنا عندنا البشر بنأهلهم ومندربهم وعندنا بعض الميزانيات لدعمهم القطاع الخاص هنا بيسمح انه عنده الاحتراف بتاع ادارة السوق وادارة الفرص والتسويق والنجاح في الاداري فبالتالي احنا عندنا التجربة دي الحقيقة الوقت بنوقع في الاتفاقية ان شاء الله نعلن عنها حديثة عندنا اتفاقية وقعناها مباشرة يعني قبل العيد مع اتحاد مستثمرين الجماعيات الرجال العمال المصريين اتحاد بيدهم 45 جماعية على مستوى مصر تقريبا فيه كل المصانع الموجودة في مصر اعضاء واصحابه رجال العمال يعني اعضاء في الجماعية في الاتحاد الهدف من التوقيع ان اتحاد عنده مركز تدريب ومركز توظيف فبالتالي عندنا مصدر مباشر للوظائف والشواغر اللي احنا في برنامج فرصة في وزارة التدامن الاجتماعي بننفذ من الهجاية اسمها الكدريب منتهي بالتوظيف بمعنى ان احنا لا ندرب اي احد قلم يكون الفرصة بتاعت توظيفه موجودة بالتالي بنضربه على الفرصة في السياق ده دكتور عاطف يعني الرابط ده مهم جدا وفكرة انه هو فيه كذا جهة واماكن كتيرة بتتعاون علشان تقدم في الاخر هذه الخدمة لأهالينا دي برضو نقطة مهمة قوي علشان كده عايزين نعرف من حضرتك لو الجهود تطوعية فيما يتعلق بالتدريب بتوصلوا للناس ازاي لو حد عايز انه هو يشارك من خلال برنامج فرصة او غيرها من البرامج وعايز فرص عمل الناس عندها وقت ناس عايزة بس اللي هو كم ساعة في اليوم ناس عايزة تشتغل في بيوتها ازاي يقدروا يتواصلوا معاكم ايه الحاجات المتاحة المشاريع المتاحة وكمناطق هل بينتظر انه هو الوزارة بتروح ومن خلال ناس معينة توصل لهم ولا هم ممكن يحاولوا انه هم يجولكوا او يتعاونوا مع الوزارة والحقيقة احنا عشان وزارة التضامن بتتعامل مع التركيه الاقتصادي في منظومة فالمنظومة بتبدأ بان احنا بنعرف سمات الافراد بعدين نوفر لهم فرص عمل ملائمة وبعدين نوفر الدعم مع قطاع الخاص والشركة وبعدين نوفر حاجة يعني ابتكرناها اللي هي شبكة بنسميها الشبكة القومية لمتطوية التمكين اقتصادي وهي عبارة عن مجموعة من الشباب احنا بنحشدهم وبندربهم على انهم يكونوا ثلاث حاجات اللي هيكونوا مرشدين الاعمال ويكونوا هم نقاط سفراء التمكين الاقتصادي في محافظاتهم وقراهم الشبكة الحالية بتشتغل في ثمان محافظات فيها تبنميت متطوع وفيها مية خمسة واربعين قائد التطوع الفكرة الرئيسية للشباب اللي راغب انه هو الحياة يشارك في عملية النهوض والتنمية ان احنا بنركز على التطوع القطاعي يعني يكون فيه تطوع ليه علاقة بموضوعات معينة يعني نشوف طلبة كلات الزراعة او طلبة كلات البزنس مثلا هما بيدرسوا التسويق الميزانية بتوع الزراعة بيدرسوا النباتات والحشرات والحاجات والحيوانات والتربية لو احنا حاولنا نجيب مجموعة طلبة من كلات الزراعة ونعمل لهم تهيئة انهما ازاي يتعاملوا مع الناس ازاي يعملوا الحاجة وبعدين ازاي يتعاملوا مع اصحاب الشخص بيربي رؤوس ماشية مثلا وهو ما عندوش خبرات كبيرة في الامراض في التسويق في السلالات فبالتالي احنا بنربط بندمج مع بعض وكل متطوع بياخد تقريبا من عشر الى عشرين اسرة لمدة ستة شهور وبيتابع معاها من اول موضوع انه هو بيعرفهم بالبرنامج ده بيبقى في محل اقامته او قريب من محل اقامته عشان يقدر انه هو يتابع معهم احنا شكلنا الشبكة على مستوى الجمهورية بدأناها في 8 محافظات احنا مركزين في المرحلة الاولى التجربية بتاع الفرصة اللي هي بتعاون مع البنك الدولي على 8 محافظات وعدد من المراكز جواهم فبالتالي كل الميكانيزم اللي انا ذكرته مركز في المحافظات اللي هم التمانية والجماعيات الاهلية بيبقى لها دور؟ بالضبط هو جماعيات الاهلية سؤال حضرتك جميل لان احنا صممنا الشبكة بالتعاون مع مؤسسة اهلية وحشدنا على مستوى 8 محافظات من خلال المؤسسة عملنا معسكرات لاعداد القادة الاول وبعدين تعاقدنا مع 13 جماعية في 13 برؤية جماعية في 8 محافظات يعني مثلا في الشرقية في جماعية هي الهد كورتر هي المقر للشبكة هي بتقوم بدورين بتقوم بحشد شباب اضافي عشان طول الوقت يكون فيه متطوعين وبتقوم باستضافتهم والفعاليات كلها تحت وعندها قاعدة بيانات يعني احنا عندنا لو عندنا 100 متطوع المائة المتطوع دولة هيبقى عندهم مثلا 600 أسرة بيتابعوهم ففيه نظام من المتابعة وعملنا كمان الحقيقة يعني كتيبات منها وحنا بنعمل طول الوقت معسكرات اعداد للمتطوعين لان المتطوع هييملى الفراغ الفجوة اللي هي ما بين الوزارة او الجماعية او الشريك المنفذ لان الشريك حتى ما بندرب واحد ونوظفه احنا بنسيبه الوظيفة فاحنا محتاجين حتى التوظيف محتاجين ان شخص يروح من فترة اول ستة شهور يتابع مع الشاب يحاول يقنعه بانه يعود في الوظيفة لان فيه طبعا ترك الوظيف ده شيء مستدام لو واحدة بتعمل مشروع في البيت هي ما عنداش اي خبرة فاحنا محتاجين حد مرشد وميكون من اهل القرية اللي هو من شباب القرية يعني اللي هو فاهم المنظومة الموجودة فيها هو طبعا عنده المعلومات اللي موجودة في القرية او في المركز اللي فيه يقدر يقول لها تخدي مكان هنا وتعملي هنا المعلومات دي الحقيقة بنضخها عشان ترفع من مستوى الوعي عند الافراد ازاي ممكن يحصل على الكتيب ده الحقيقة الكتيب ده للمتدربين اللي هم لأعضاء شبكة الداعم كل واحد في داعم اول حاجة بيعمل معسخرين المعسخر 3 ايام و 5 ايام بنشرح له فيه مهيكلة البرامج بتاعت تنكين اقتصادي ازاي احنا مفاهمنا بنقيه البرامج الموجودة في مصر بعدين نشرح له 3 انشطة لقلتها ازاي يقدر يعمل حشد وإقناع للناس القضية ازاي يعمل الجلسة اللي هي تهيئة وتعديل السلوك والتحفيز اللي هي قبل ما يبدأوا المشروعات بنحفزهم وازاي يعمل لهم متابعة ايا كان لهم عندهم مشروع يعني في نهاية الكتيب مثلا ازاي تقدر تعمل أرباح من نشاط بتعمله فيه ناس كي تعمل أنشطة ما بتلقاش مرباحة وفيه جزء خاص بالتوظيف ازاي نقنع الشخص أنه هو يحفظ على علاقته أخلاق العمل يمكن النقطة دي مش مفهومة قوي يا دكتور عاطف حد بيعمل نشاط لكنه لا يربح من خلاله ازاي ايه؟ يعني بكتير قوي فيه خاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بتبقى محدودية الوعي والخبرة عند الأفراد بحيث أنه ما بيقدمهم فرص كتير ما بيقدروش يقتنسوها بيعملوا أخطاء إدارية وأخطاء في خرارات كتيرة بيدخلوا في أشياء بيكونوا مثلا غير قادرين على إتمامها فبالتالي بيبقى فيه خسائر نتيجة ضعف الخبرة والوعي فبالتالي بيكون النتيجة بتاع مشروعه أنه ممكن يعمل مشروع طول الوقت هو يشغاله وبيكتهد وكده بس مش عارف يعمل الأرباح اللي هو متوقع حاجة